اشتركوا في القناة ساعد باللقاء معكم ونشكر دائماً أي شخص موجود معنا في الاستوديو وخارج الاستوديو بيساعد في هذا البرنامج في الحقيقة نحن برنامجنا قام على عمل غير سهل ففي فرصة أني اليوم أقدم شكر لكل الشخص ساهم في هذا البرنامج في كل مكان وشكراً جزيلاً لجميع حلقة اليوم رح تكون عن موضوع المدراش أكيد جزء كبير من المشاهدين سمع عبر اليوتيوب وربما في مقالات مختلفة بأن قصص من القرآن مأخوذة من المدراش أو من المدراش اليهودي فحلقة اليوم رح تعطينا تعريف بما هو المدراش ماذا تعني كلمة مدراش وما هو المدراش ماذا تحتوي المدراش مدراش هي من كلمة عبرية يعني تعني درسة أو فحصة ومدراش تجمع مدراشي ولكن كلمة مدراش في النسبة للأدب الحبري اللي نحن نحتاج نتعرف عليه اليوم هو بيخص التعليم مدراش لما بتذهب إلى الأداب الحبرية هو لا تعني فقط درسه ولكن هو مجموعة تعليم وعيزات في الماضي كان الأحبار محتمين في دراسة التورات أو لحظة القديمة طيب لما كان يقوموا بدراسة التورات واللحظة القديمة كانوا بيحتاجوا إلى استخراج القيم الأخلاقية واليومية يعني لو كان الشخص رح يدرس التورات فدراسته ليست فقط للمعرفة ولكن للعبرة لأنه غير سلوكه لأنه يتعلم شيء جديد لأنه يستنبط قيم من هذا المدراش من هذه النصوص فعندما نقول أني مدراش يوجد إذن أدب مدراشي فإذن في الواقع المدراش كلمة تغطي مجموعة واسعة من المعاني أو أنماط أدبية مختلفة المدراش تعني التفسير الكتابي بمعنى أني أنت ممكن تذهب إلى تفسير ويكون في قسم مدراشي بمعنى قسم تفسيري هو يستنبط أشياء تفسيرية في الكتاب المقدس وأيضا المعنى الثاني أو النمط الأدبي الثاني في المدراش هو القصص الكتابية توجد قصص في الكتاب المقدس أحيانا الكاتب المدراشي أعتقد أنه من الضروري أن يضيف معلومات وإضاءات على القصص الكتابية قصص تخص على سبيل المثال شخصية موسى يعتقد أنه وجود حاجة لإضافة معلومات إضافية على القصة فيتم إعادة كتابة القصة في المدراش أيضا المدراش هو يسعى لاستخراج تشريعات أحيانا جديدة وربما يكون في حاجة لاستخراج تشريعات فضلا عن ذلك المدراش هو قلنا أن يستخرج عيزات وتعليم أخلاقية وأخيرا هو حكايات بخصوص الأخبار أيضا يوجد فيه كثير من الأقوال الشعبية والقيم الأخلاقية إذن المدراش هو نوع أدبي ولكن يحتوي على أنماط أدبية مختلفة من التفسير إلى الأقوال إلى الحكمة بمعنى هو شامل هو قراءة شاملة ولكن المركز الرئيسي في المدراش مبني على دراسة التوراة والكتاب الوحيد القديم فعلى سبيل المثال من الأشياء الهامة التي نحن ممكن نلاقية أحيانا في القرآن وهي قصص كثيرة نجد أنها موجودة في المدراش الدراسات المدراشية بخصوص التكوين في المستقبل سوف نتحدث عن أشياء موجودة في القرآن وهذه الأشياء هي قصص نجدها في الواقع في المدراش في المدراش فالمدراش في الحقيقة هو عمل لمجموعة من الناس من الصعب في الواقع أني لو وجدت القصة كاتب قصة فلان أو الحبر الفلاني ولكن في الواقع من الصعب تحديده غالبا القصص الموجودة هي ما لا اسم شخص مؤلف ما لا اسم حقيقي ولكن هي تم استنباطها من خلال عمل جماعي والطريف الموضوعني أيضا أحيانا المدراش يعطينا وجهة نظر في التفسير مختلفة المشاهد يقول طيب دعونا نتعرف على نموذج من نمازج التفسير في أحد النمازج الموجودة الهامة في التفسير هو موضوع الموجود في سفر الخروج سفر الخروج يتحدث على أن الشعب الإسرائيلي كان يزداد عددا ويزداد نموان فلما أتى حاكم جديد وتسلم عرش الحكم قال أني لا هذا الشعب يزداد عددا فنحن علينا أن نغير طريقة العمل نزيد العمل الشاق فلما ازداد العمل الشاق اكتشف أني ما غير النسبة العددية للناس وفتخص قرار بأن قتل الموليد الزكور ولكن المدراش يقول يقدمنا سبب إضافي غير موجود في سفر الخروج يقول أني فيوجد سبب إضافي الذي دفع فرعون لأصدار أمره بقتل الأولاد الزكور أن المناجمين قالوا له أني مخلص اليهود قد اقترم موعد ولادته فلما أدرك فرعون أن هذا الخطر مقبل فاتخذ هذا القرار إذن المدراش يوجد سبب إضافي سبب خفي لقرار فرعون بقتل الزكور أيضا بيحدثنا سفر الخروج عن قابلتين هما شفرة وفوعة القابلتين شفرة وفوعة ما بيعطينا أي معلومات غير أني فقط كانتا تخافان الله ما بيقدمنا أي معلومات إضافية عنهما ولكن المدراش بيضيف معلومات إضافية يقول أني شفرة في الواقع هي أم فرعون وفوعة هي أخته أفن أعتقد أني شفرة هي أم موسى وفوعة هي أخت موسى فإذن القابلتين هما أم موسى وأخت موسى وهما التاني تجاهلتا أمر فرعون بالأخص بيحكينا كمان المدراش أني كانتا مهتمتان أكثر بأن يهتموا بصحة المواليد أحد الأشياء اللي بيحدثنا بعدين يقول أني سفر الخروج فأحسن الله إلى القابلتين ونمى الشاب وكثرة جدا طيب يقول الكتاب المقدس سفر الخروج ما بيحدد الأحسان ولكن المدراش يقول لا أني الله لما أحسن إلى الشاب هو في الواقع سمح لأن شفرة أم موسى أني تصبح أم للكهنة واللاويين بمعنى الكهنة واللاويين هي السلف السابق لهم وأني مريم أخت موسى هي صارت سلف داود إذن المدراش هو محاولة أحيانا لصبات قيم أخلاقية وإضافات تفسيرية برأي تساعد على أعطاء صورة إضافية للناس الأشياء من الأشياء الشيقة في المدراش بخصوص موسى وأنا فقط أخذت نموزج واحد بخصوص موسى فقط وهي آخر النمازج أني لما ابنة فرعون وجدت الصبي فدخلت الأخت وقالت له أني أنا أجد لك مرضع من العبرانيات لو ترضع لك الولد فالمدراش يقول أني بيقدم تفسير لماذا الله رتب أني أم موسى بالذات هي التي ترضع الولد بمعنى ليست أي أم أخرى أو امرأة مصرية يقول أني الله رتب هذا الموضوع قدم إيضاح رتب هذا الموضوع لأني حتى ما يكون موسى يرضع من امرأة مصرية وتتفاخر وتقول أني أنا أرضعته طفلا قد أصبح كلم الله إذن مدراش قال أني نحن لدينا يعني إضاءة ما هذا من شكل التفسيري نذهب إلى القصة الأخيرة في حلقة اليوم قصة تعليمية أحيانا قلنا أني يوجد قصص ليس بضرورة قصص حقيقية ولكن ذات طبيعة تعليمية أنا في رسالة تاميد الجزء 32B قصة تقول أني الإسكندر الأكبر هذا الإسكندر سمع على أني في مملكة كان فيها بأفريقيا فيها ناس من العقلاء والحكماء وإني كانت مملكة جدا غنية فأتخذ قرار أن هذا الإسكندر بما أني سمع عن مملكة موجودة في أفريقيا يعني فيها حكماء حكماء عقلاء وملئة بالذهب والألماس إذن مملكة جدا غنية فأصبح لدي فضول أن يزور هذا المكان ويقال أني فعلاً ذهب إلى هناك وزار المكان وحب يدخل ويشوف طريقة الحكم فاز سمح لنفسه طلب أن يدخل إلى المحكمة ليشاهد كيف يجرى القضاء يا نزاك فأيو قال أني دخل للقضاء ورح نشوف مع بعضنا كيف ماذا حدث في القضاء بمعنى ماذا حدث في المحكمة هناك دخل إلى قاة المحكمة وكان الشاهد جلس يشهد المجريات المحكمة الشاهدة كان على شكل التالي أني أتى شخصين مختصمين وكان الاختصام غريب بالنسبة له قال الأول أنه اشترى أرض بسعر عادل وبينما كان يزيل أنقاض المبنى واجد صندوقاً من الأشياء القيمة ويضيفي المشتري بما أنه لم يشتري هذا الصندوق فأراد أن يعيده على صاحب الأرض الأصلي ولكن صاحب الأرض رفض إعادة قال لا أنا لا أخذ هذا الشيء فقال الباعي أنا عندي سبب لماذا رفضت أخذ هذا الشيء اللي وجده المشتري الجديد قال أنا لما بعت الأرض بعته الأرض وما فيها وبالتالي هذا الصندوق ليس صندوق يخص لي إذن كان الخلاف غريب جداً فالقاضي سمع الأقوال والطرفين وقال طيب سأل الأول هل لديك أبن؟ فرد نعم لدي أبن فسأل الباع هل لديك أبن؟ فقال نعم لدي أبن فقال إذن وفروا الزواج رتبوا الزواجهما وبهذا بإمكانكم أنتو تتشاركوا السر من خلال الأبناء فالحدث موقف طريف أن القاضي انتبه أن الأسكندر كان يبتسم فالأسكندر كان يبتسم فالقاضي نظر باستغراب وقال هل في شيء بحكم غريب بيسمح لك أن تبتسم فقال القاضي يعني أني شو هالطريقة أني بتبتسم وأنك ساخر من الحكم فرد على الإسكندر لا أنا ليس ساخرا ولكن بالحرف قال له أني لو كان هذه القضية موجودة أنا في مملكتي لو أنا كنت الحاكم لو كنت اتخذ قرار أني أخذ الطرفين المتخاصمين إلى السجن وأصادر المال إلى الخزينة العامة فكان موقف غريفا بيسأل القاضي طيب أني إذا هيك الأمور تمشي عنكم فردناه هيك إذا الأمور تمشي عنها فسألوا هل في مملكتك ماشي وغنم وماعز بيسأل القاضي سؤال غريب أني كيف في مملكتي ماشي وغنم وماعز قال نعم ولكن شو علاقة هذا السؤال بابتسامتي فرد على القاضي وهنا في الختام أنا ما كن نركز على القيم الأخلاقي اللي أراد أن يعطيها المدراش ليعلم ضرورة العدل فقال القاضي لأنه لأجل الحيوانات في مملكتك فأن الشمس تشرق على أرضكم فالبشر عندكم لا يستحقونها إذا هنا نهاية من شوف أني نحن القصة رغم أني طابع الخيالي ولكن مدراش لما أثبت بهذه الطريقة أراد أن يعلم شيء بأن الأساس في الحياة هو العدل وأني حتى لو شخصية هامة مثل إسكندر ويتميز بالثراء ولكن علي يعرف أن ثراءه والبركة اللي موجودة في أرضه التي أتته من الله ليس بسبب أنهم يستحقونها كبشر ولكن ليوجود الحيوانات فقط المملكة تشرق الشمس بسبب الحيوانات وهم البشر لا يستحقونها إذن مدراش بكل بساطة هو هدفه يستمت أحكام أحيان أخلاقية يقدم قصص ممكن تقول هي فلكلور أو قصص خيالية ولكن هي قصص إلى طابع أخلاقي فضلاً على أنه هذا موضوع يتعلق بالتفسير وما شبه فإذن كلمة مدراشية تغطي جملة واسعة من الألماط الأدبية المختلفة وهذا حق الكبير في الدراسات أكيد الباحث غير قادر يغطي كله ممكن يكون بحث مختص في المدراش القضايا التفسيرية فقط لأن هذا عالم منفصل بذاته ومدراش في القضايا الأخلاقية والقصصية فشكراً جزيلاً للمتابعة ونلقاكم في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر